عام 2018 حافل بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ذلك في العراق أما الفاعل فهي القوات الحكومية وميليشيا الحشد تلك شهادة عدة منظمات دولية وعلى رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش حيث كشفت المنظمة عن حالات اعتقال وتعذيب واعتداء وإخفاء قصري مورسة على المدنيين وخصوصا في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة دون أن يقدم أي مرتكب لتلك الانتهاكات إلى المحاكمة ووفقا لهومن رايتس ووتش تذرأت القوات الحكومية بمكافحة الإرهاب واحتجزت العديد من الرجال السنة وأساءت معاملتهم وعذبتهم وأخفتهم قصرا دون أن تحترم الإجراءات القانونية وبحسب المنظمة فإن المعتقلين يحتجزون في سجون تفتقد لأدنى مقومات البقاء على قيد الحياة أما ظروف المحاكمة فلا تعد قضية الأحكام الارتجالية وانتزاع اعترافات وهمية بسبب ضراوة التعذيب الذي أدى إلى موت العديد من المعتقلين وغالبا ما يكون الإعدام هو مصير المعتقل دون وجود أدلة تدينه عائلات المعتقلين وأقرباؤهم ليسوا بأحسن حال حيث تمارس الحكومة ضدهم عقابا جماعيا يتجسد في حرمانهم من الحصول على أوراق ثبوتية الأمر الذي أعاق حرية تحركهم ومنعهم حقهم بالتعلم والعمل وحرمهم من استحقاقات الرعاية الاجتماعية والحصول على وثائق الميلاد والوفاء الضرورية للإرث والزواج وفي ضفة أخرى خارج إطار المناطق المشمولة بالعمليات الأمنية وثقت هيومن رايتس ووش انتهاكات مارستها الحكومة في المناطق التي شهدت تظاهرات شعبية ضد العملية السياسية اعتداء على المتظاهرين وعمليات اعتقال وقتل طالت الناشطين واستخدام للقوة المفرطة في تفريق التظاهرات والاعتصامات الشعبية ما مرسته القوات الحكومية وميليشيا الحشد من انتهاكات خلال عام 2018 ينطبق بدرجات متفاوتة على ما مرسته حكومة كردستان العراق بحسب هيومن رايتس ووش التي وثقت حالات اعتقال وتعذيب وإخفاء قصري قامت به قوات البيشمارك الكردية ضد أهالي المناطق المدمرة بفعل العمليات العسكرية